اشتركوا في القناة ده كده جماعة شكل البرج اللي فيه الشقة بتاعته النهاردة ده كده شكل البرج من برة البرج نصيا على شارعين شارع 8 متر وشارع 10 متر نبدأ بقى نخش لايه؟ المدخل بتاع البرج ده كده المدخل من على الشارع 10 متر والشارع كمان 10 متر الحتة اللي قدامه فاضية يعني قدامك مساحة كبيرة فاضية كمان غير 10 متر بتوع الشارع ده كده شكل المدخل جماعة. مدخل كل رخام. ما شاء الله شيك جدا. وفي عندنا كمان اتنين اصنصير. واحد زوجي وواحد فردي. نبدأ بقى نخش نشوف الشقة بتاعت النهاردة. ونقول بسم الله ما شاء الله. الشقة جماعة مساحتها مية وخمسين متر. تحت العجز والزيادة. اول ما بندخل كده بيجي لنا باب مصفح. ده باب مصفح. طبعا هنخش على الريسيبشن على طول. وبيجي لنا اول حاجة هنا. الحمام الصغير. الشقة تلت غرف. وريسيبشن. قطعتين. ومطبخ امريكاني. واتنين حمام. ده كده الحمام الاولاني اهو. ده اللي هو الحمام الصغير. الشقة جماعة تشتيبها سوبر لوكس. ده كده اول الحاجة. الحمام الصغير اهو شفناه. بعد كده بنخش بالطرقة دي. نخش هنا كده على الريسيبشن. ده كده جماعة الريسيبشن بتاعنا. ريسيبشن ده ياخد قطعتين مستريح جدا. هنا كده على اليمين بيجي لنا طرقة التوزيع اللي بتودينا على الغرف والحمام الكبير. ويمنا كده المطبخ اللي هو الامريكاني. الامريكان كاتشن. تعالوا نشوف الاول ريسيبشن والبالكونة. الشقة جماعة في الدور الاول. اول بلكونة بعد الارضي. الشقة فيها عدات كهرباء جديد كارت. والغاز على باب العمارة. الشقة طبعا للبيع. وفيه امكانية البيع بالعفش. ولكن العفش عند المعينة ان شاء الله. شوف الحاجة الموجودة وتتقدر. هنا كده بتجيلنا البالكونة بتبص على الشارع التمانية متر. وعلى فاكرة جماعة الشارع ممكن يكون عشرة كمان ولكن خلينا نقول تمانية بالايه بالمتوسط كده. والشارع اللي جاي منه هناك ده يعني بدايته في الاول تمنتاشر متر. شارع تمنتاشر متر. بعد كده بيجي هنا بيبقى عشرة متر. بس بك من او دي. نبدأ نرجع كده تاني بس طبعا مش هذكر حضراتكم. جراية اللي لسه مشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد. وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. ده كده جماعة هو شكل التشطيب. في السقف مع بيت النور. مع الاسبطات. والتيفي كورنر اللي على الشمال دي. نبدأ نرجع بقى كده تاني عندنا اللي في الوش ده. الامريكان كيتشن اللي هو المطبخ الامريكاني. ده كده شكل المطبخ ودي المساحة بتاعته. طبعا بالرخامة الجلاكس الاسود اللي على الوش دي. نبدأ نخش بقى نشوف طرقة التوزيع ونبص على الغرف بتاعتنا. هنا كده على الشمال بيجي لنا غرفتين. واللي في الوش ده الحمام. وعلى اليمين بتجي لنا غرفة. تعالوا نشوف الغرفة دي الاول. دي كده تعتبر الغرفة الصغيرة. ده التشطيب بتاعها اهو. مش معمول فيها بيت نور بس معمول كرنيش. مع فورمة في السقف فوق. في نص السقف. الغرفة دي بتبص على منور. من ساحيتها تقريبا تلاتة في تلاتة ونص. ده هنا الشباك ده اهو اللي بيبص على المنور. الغرفة واخد سريرين. مية وعشرين السرير مع دولاب جرار. يعني مساحتها حلوة. نبدأ نرجع كده تاني. ده كده على الريسيبشن اهو اللي احنا جايين منه. وبعد كده على اليمين هنا بنخش على الحمام الكبير. ده كده الحمام الكبير اهو. طبعا احنا شوفنا الحمام الصغير برا جنب باب الشقة واحنا دخلين. عشان بس الناس اللي بتركز معاه في التفاصيل او الناس المهتمة. ده كده بقى الحمام الكبير التاني اهو. تشطيب اللي قدام حضراتكو ده. مساحته حلوة ما شاء الله. نرجع بقى بعد كده نشوف الغرفتين التانيين اللي معنا. دي هنا كده تعتبر الغرفة التانية. دي الغرفة التانية اهي. دي مساحتها تقريبا تلاتة في تلاتة. او تلاتة في تلاتة ونص تقريبا. دي كده الغرفة التانية. بعد كده بيجي لنا هنا الغرفة التالتة. دي تعتبر غرفة النوم الرئاسية. دي مساحتها تقريبا اربعة فاربعة. او تزيد شوية كمان. يعني واخدها ما شاء الله غرفة نوم كبيرة. مية وستين سري بتاع مية وستين. زي ما حضراتكو شايفين كده. وعندنا كمان مساحة فاضية في الغرفة. يعني مرتاحة. مساحتها مرتاحة جدا. والشباك اللي في الوش هناك ده. ده بيبص على الشارع برضو. التمانية متر اللي احنا ايه? اللي انا وردت لحضراتكو دلوقتي. من الريسيبشن. يعني نفس الفيو بتاع ريسيبشن من البلكونة. هو نفس الايه? نفس الشباك ده. بيديني نفس الفيو. ودي كده الشقة بتاعت النهاردة. نراجع مع بعض بقى البيانات مرة تانية كده بسرعة. الشقة مساحتها مية وخمسين متر تحت العجز والزيادة. شقة تلات غرف ورسيبشن قطعتين. ومطبخ امريكاني واتنين حمام. الشقة في الدور اول بلكونة بعد الارضي. في برج شيك اتناشر دور. الشقة عنوانها الهرم اللي ببيني بين شارع المجزر الالي. وشارع السيسي. الشقة مطلوب فيها ستمائة الف. والاي استفسار اركمنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة. في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول بعت رسالة على رقم الواتساب. هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة الواحدة زهرا وحتى الساعة التاسعة مساء. اتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبدالله.